السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي جميعا عاملين ايه الاخبار بسان طيبين صوت الجميلة وصوت العزيزة النهاردة جايب لكم حاجة جنان نقطة جماعة عايزين نعرف ازاي نمنع تشقق الرجلين ونفتح ما بين القوين عند القوين ونمنع التشققات تماما حاجة بسيطة كده وسهلة يا رب يعجبكو انزع من لايك واشترك في القناة لو قدش مشترك معنا البيبسي كوكاكولا شايفين كوكاكولا ما نصحش بالشربها هنجيب معنا طبق بتاعنا وهناخد من الكوكاكولا مع علقتين احنا عايزين نمنع تشقق الرجلين ونبيض هنخلي كعب رجلينة بالزبط زي اكين وزي الطفل البيب كده بالزبط ونبيض تحت عند القوين هناخد معلقتين من الكوكاكولا ومعانا معجون الاسنان انا هاخد منه معلقة اهو تمام وهدوابهم في بعض كده طبعا الكوكاكولا فيها بيكاربوناتو السوديوم ده مهمة بالنسبة لي هو ده اللي هيبيض لي وعندي المعجون الاسنان فيها مادة الفرويد وفيها برضو بيكاربوناتو السوديوم تمام برضو هيعمل عملية الطبيض وازالة الجلد الميت وهاخد معانا نصف لمونة اهو تمام كده وهاخد ناخد معانا معلقة نشا طبعا نشا غنينا عن التعريف فيها مادة البوتاسيوم فيها فيتامين اي فيها فيتامين اي فيها فيتامين سي وكمان بها هتعمل معاك هتزيل الجلد الميت وهتبيض لك الكعب الرجل وهتبيض لك عند القعين وفي تفس الوقت بتساعد مادة الكولاجين والاسترين على تجديد الخلايا الميتة تمام كده عشان بس إيه يعني في نشا هندعيكم في وقت جامل 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 كده جامل 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 عشان المكونات كلها ايه تختلط بعض اهم من الكلام ده طريقة الاستخدام خلي باديك اهم من الكلام ده طريقة الاستخدام احنا بقى هنستخدق بقى المكونات دي ازاي? هناخد كده. وهندهن على المنطقة عند القدمين. تمام? اهو عند القدمين. وما بين عند الكوين في الايد. وهنسيبها لمدة نص ساعة. وهنستخدم الكلام ده مرتين تلاتة في الاسبوع على الاقل. بعد ما هتنشف هنخسرها بماية فترة وهتشوفي النتيجة. تاني هنقول المكونات معلقتين كبار بيبسي. وهناخد معلقة واحدة سيجنال. او اي معجونة عندك. هناخد نص لامونة. وهناخد معلقة نشا. كل الكلام ده هيتدوب تماما تماما لحد ما المكونات تدوب في بعض كده. وتتمزك ببعض. وهدع وحطهم على كعب رجلية وحطهم عند الكوع. وهتتركهم لمدة نص ساعة. وهتشوف النتيجة. البيبسي. البيبسي. تمام؟ او الكوكاكولا. شكرا ويريد تنزل تعمل لايك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.